البيت ما بيقدرش يمسك نفسه ويكون قوي غير لما المهارة دي تكون موجودة عند الزويد من اول مقبنة عزيزة انا بنتكلم معهم في هذه المهارة بنقول لهم قانون كده النضوج لا يكون مكتملا في اول ساعة من الجواز وما ليه اللي يحصل النضوج ده بيتبني بيتبني بشكل واضح وبيتبني بقوة وعشان كده كان من اهم اركان النضوج هو بناء الثقة الزوجية وهي دي المهارة اللي عن التكلم عنها النهاردة اللي هي مهارة بناء الثقة الزوجية ايه حكاية المهارة دي احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن مهارة التوافق على الادوار الزوجية وناس كتيرة رد فعلها كان مبسوطين جدا جدا في هذه المسألة لكن مش هتكتمل الكلام عن توزيع الادوار الزوجية إلا لما نتكلم عن المهارة اللي احنا نتكلم عنها النهاردة وخاصة ان احنا نتكلم عن بداية الحياة الزواجية أو بداية الجيل التاني من الحياة الزواجية اللي هو التجديد الزواجي والنهاردة هنتكلم عن المهارة دي لأنها مرتبطة جدا بتوزيع الأدوار الزواجية وهي مهارة بناء الثقة بالمناسبة يا سادة بناء الثقة بين الزوجين بيخليهم يقدروا يوزعوا الأدوار الزواجية مش بس بيقدروا يكونوا سعداء والسعادة ما بتحصلش لدى الناس غير لما بيبقى عنده ثقة بمن يعيش معه ليه؟ لأنه إذا ما كانش عنده ثقة في اللي بيعيش معاه ما ننتظرش أنه هو يحس بالحب يعني ما ينتظرش أنه هو يحس بالحب ما يحس بالأمان إزاي؟ وخاصة لو الشخص ده برفكشنست برفكشنست يعني بيبقى ساعي للمثالية بيكون صعب أنه يدي الثقة لحد غيره